قانون لينز الصف يعني عشر متقدم المادة فيزياء الأهداف أن تفسر قانون لينز أن تجد اتجاه المجال المستحف ينص قانون لينز على أن التيار المستحف في الحلقة يميل إلى مقاومة التغير في التدفق المغناطيسي ويشير المجال المغناطيسي المستحف بإنديوز عندئذ إلى الاتجاه المعاكس لاتجاه المجال بسبب المغناطيس عليك عزيزي طالب في كل رسم من الرسومات التالية أن تحدد اتجاه التيار المستحف والمجال المستحف المجال المستحف يرمز له بالرمز بإنديوز كما نلاحظ في الشكل هذا يطلق عليه المجال المستحف أنت ستحدد اتجاه المجال المستحف والتيار المستحف سيكون مرسوم في الامتحان فقط المجال الخارجي الذي يرمز له بالرمز بي هذا المجال الخارجي في البداية عليك أن تحدد إذا كان المجال الخارجي متناقص أم متزايد في الرسم دي الرسم الأول من جهة اليمين المجال متناقص القاعدة هنا إذا كان المجال الخارجي المؤثر في الحلقة متناقص ينتج مجال مستحف بنفس اتجاه المجال الخارجي إذن سينتج مجال مستحف بنفس اتجاه المجال الخارجي هنا المجال متناقص سينتج مجال مستحف بنفس اتجاه المجال الخارجي لأن المجال الخارجي متناقص ومن ثم عزيز الطالب لتحديد اتجاه التيار الذي باللون الأخضر نضع الأصابع باتجاه الإبهام سيكون باتجاه المجال المستحف فتشير الأصابع إلى اتجاه التيار المستحف إذن نعيد مرة أخرى في البداية نحدد إذا كان المجال الخارجي متناقص أم متزايد المجال متناقص المجال الخارجي إذن سينشأ مجال مستحف مغناطيسي بنفس اتجاه المجال الخارجي ومن ثم يشير الإبهام إلى اتجاه المجال المستحف فتشير الأصابع إلى اتجاه التيار المستحف الذي باللون الأخضر الرسم سي المجال الخارجي متناقص ينشأ مجال مستحف بإنديوس بنفس اتجاه المجال الخارجي ومن ثم يشير الإبهام إلى اتجاه المجال المستحف فتشير الأصابع إلى اتجاه الأسهم الخضراء التيار الكهربائي في الرسم B المجال المتزايد القاعدة هنا إذا كان المجال الخارجي المؤثر في الحلقة متزايد ينتج مجال مستحث بعكس اتجاه المجال الخارجي في البداية عزيز الطالب عليك تحديد اتجاه المجال المغناطيسي المستحث إذا كان بنفس اتجاه المجال الخارجي أو عكسه القاعدة هنا إذا كان المجال الخارجي متزايد ينشأ مجال مغناطيسي المستحث بعكس اتجاه المجال المتزايد ومن ثم يشير الإبهام إلى اتجاه المجال المغناطيسي المستحث فتشير الأصابع إلى اتجاه التيار المستحث الذي باللون الأخضر الرسم A كذلك بالمثل المجال المغناطيسي الخارجي متزايد إذن ينشأ مجال مغناطيسي مستحث بعكس اتجاه المجال المغناطيسي المتزايد ومن ثم عزيز الطالب وجه إبهامك نحو المجال المستحث يشير الإبهام إلى المجال المغناطيسي المستحث فتشير الأصابع إلى اتجاه التيار الذي هو مرسوم باللون الأخضر كما هو الراحض في الأشكال الأربعة إذن القاعدة العامة في البداية نحدد إذا كان المجال الخارجي متزايد أو متناقص إذا كان متناقص ينشأ مجال مستحث بنفس الاتجاه إذا كان متزايد ينشأ مجال مستحث بعكس الاتجاه ومن ثم يشير الإبهام إلى المجال المغناطيسي المستحث فتشير الأصابع إلى اتجاه التيار المستحث سؤال الإختبار الذاتي 9.2 يتم تحريك حلقة سلكية مربعة توصيل مقاومتها صغيرة جدا بسرعة ثابتة من منطقة خالية من المجال المغناطيسي مرورا بمنطقة ذات مجال مغناطيسي ثابت ثم إلى منطقة خالية من المجال المغناطيسي كما يوضح الشكل ماذا كان تجاه التيار المستحث عند دخول الحلقة في المجال المغناطيسي وماذا كانت تجاه التيار المستحف عند خروج الحلقة من المجال المغناطيسي لاحظ عزيزي الطالب أن المجال المغناطيسي نحو الداخل عند اقتراب الحلقة من جهة اليمين كما نلاحظ هنا لحظة سأقوم بإخراج الليزر عندما تقترب الحلقة هنا من جهة اليمين باتجاه المجال المغناطيسي انتبه إلى الأسهم في الامتحان عند اقتراب الحلقة يزداد المجال الذي تتعرض له الحلقة فينشأ مجال مستحف بعكس اتجاه المجال الخارجي أي نحو الخارج لأن المجال ازداد على الحلقة ومن ثم لتحديد اتجاه التيار المستحف يشير الإبهام للخارج بنفس اتجاه المجال المستحف فتشير الأصابع إلى اتجاه التيار المستحف فيكون عكس عقارب الساعة في هذه الحلقة إذن الخطوة الأولى عليك تحديد إذا كان المجال الخارجي يزداد على الحلقة أم يقل عند اقتراب الحلقة المجال الخارجي يزداد على الحلقة إذن المجال المستحف يكون عكس اتجاه المجال الخارجي أي نحو الخارج لأن المجال الخارجي هنا للداخل إذن سينشأ في هذه المنطقة مجال مستحف نحو الخارج يشير الإبهام للخارج باتجاه المجال المستحف فتشير الأصابع إلى اتجاه التيار المستحف إذن سيكون اتجاه التيار المستحف عكس عقارب الساعة عند اقتراب الحلقة من المجال المغناطيسي عند خروج الحلقة هنا من المجال المغناطيسي يقل المجال الخارجي لأننا نبتعد فينشأ مجال مستحف بنفس اتجاه المجال الخارجي أي هنا سينشأ مجال مستحف نحو الداخل لتحديد اتجاه التيار يشير الإبهام إلى اتجاه المجال أي أن إبهامك نحو الداخل عزيز الطالب في هذه المنطقة فتشير الأصابع إلى اتجاه التيار المستحف ويكون مع عقارب الساعة في هذه المنطقة أي عندما تخرج الحلقة يقل المجال الخارجي المؤثر عليها يقل المجال الخارجي إذن القاعدة عندما يقل المجال المؤثر على الحلقة ينتج مجال مستحف Induced Magnetic Field بنفس اتجاه المجال الخارجي ومن ثم يشير الإبهام إلى اتجاه المجال المغناطيسي المستحف Induced Magnetic Field فتشير الأصابع إلى اتجاه التيار المستحف Induced Current وهنا عند وضع الإبهام للداخل عند وضع إبهامك للداخل ومن ثم قم بلف الأصابع حول الحلقة يكون اتجاه الدوران مع قارب الساعة أي اتجاه التيار المستحف مع قارب الساعة تدريب سؤال 9.69 توضع حلقة سلكية أحادية مساحة مقطعها 5 متر سكوير في مستوى الصفحة كما نلاحظ في الشكل المجاور ثم يوجه مجال مغناطيسي يتغير مع الزمن في منطقة الحلقة عمودي على الصفحة نحو الداخل ويحدد مقداره بالعلاقة بي تساوي 3 تسلا بلس 2 تسلا بير ساكند تايمز تي انتبه عزيز الطالب أنه هذه هنا وحدة قياس وهذه هنا أيضا وحدة قياس المتغير فقط الزمن تي إذن بي تساوي 3 بلس 2 تايمز تي نستطيع مسح وحدات القياس من الدالة عند الزمن تي تساوي 2 ساكند أوجد مقدار فرق الجهد المستحث في الحلقة وما اتجاه التيار المستحث لتحديد اتجاه التيار المستحث نستخدم قاعدة لنز المجال الخارجي هنا نحو الداخل وحسب الدالة المجال يزداد مع مرور الزمن حسب قاعدة لنز عند ازدياد المجال الخارجي ينشأ مجال مغناطيسي مستحث في الاتجاه المعاكس أي أن المجال المغناطيسي المستحث سيكون نحو الخارج الآن ضع إبهامك نحو الخارج وقم بلف الأصابع حول الحلقة فينتج اتجاه التيار المستحث في الاندوست كورينت ويكون عكس عقارب الساعة هذا لتحديد اتجاه التيار المستحث الآن لحساب فرق الجهد المستحث في الشريحة التالية حتى نحسب فرق الجهد المستحث نستخدم القانون سالب دي فاي على دي تي وبتعويض التدفق المغناطيسي با كوسين ثيتا المتغير هنا هو المجال المغناطيسي لهذا نقوم بإخراج ا وكوسين ثيتا نحو الخارج خارج المشتقى انتبه عزيزي الطالب ان المجال عمودي على الملف اذا الزاوية تساوي صفرا وكوسين الصفر يساوي واحد لهذا يتبقى عندنا في الدالة ولا داعي لابقاء الاشارة السالبة لان الاشارة السالبة فقط تحدد اتجاه المجال المستحث والتيار المستحث وقمنا بتحديدهما باستخدام قاعدة لنز في الشريحة السابقة لهذا لا داعي لابقاء الاشارة السالبة اذا فرق الجهد المستحث يساوي a d b على dt نقوم بتعويض دالة المجال المغناطيسي الذي اعطوها السؤال انتبه عزيزي الطالب ان تي كبيتل هنا وحدة قياس وتي اوفر سكند وحدة قياس المتغير هنا فقط تي سمول هذه تي اذا مشتقى اثنين تي تساوي اثنان فيصبح الجواب a مضروبه باثنان t على سكند هنا وحدة قياس فقط تستطيع ازالتها من الحل ووضع الوحدة في النهاية الان نقوم بتعويض المساحة المساحة 5 times 2 فتكون الاجابة 10 volt اذا عزيزي الطالب المشتقى هنا اعطتنا اثنان ومشتقى اثنان تي اثنان اذا لن تعوض الزمن المعضة في السؤال لانه بعد الاشتقاق لم يتبقى زمن حتى تعوض فيه فيصبح الجواب 5 times 2 فتكون الاجابة 10 volt ترجمة نانسي قنقر